إلى الشارع مجدداً يلجأ أحد أطراف الأزمة السياسية في العراق في محاولة على ما يبدو للضغط على الطرف الآخر بالأمس كان التيار الصدري أما اليوم فالإطار تنسيقي وبين الطرفين والجانبين تراوح الأزمة مكانها فانتظار اختراقاً لم يظهر في الأفقين حتى الآن إذن قوى في الإطار تنسيقي تلملم أوراق الضغط للبدء في تظاهرة تهدف كما تقول للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة كاملة الصلاحية لكن هذه الخطوة تأتي غداة إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقة ولكن مشروطة على الحوار مع الكتل السياسية وفي إطار ما يصفه البعض بلعبة المناورات بين الطرفين الأزمة العراقية يبقى التساؤل هو هل عاد الفرقاء في العراق إلى المربع الأول أم هي مجرد استعراض قوة لكسب مزيد من أوراق الضغط قبيل الجلوس لطاولة التفاوض لا تكاد تنتهي أزمات العراق انسداد سياسي مستمر منذ أشهر وأفاق الحل مستعصية ووسط المشهد المثقل بالخلافات تلويح من قوى في الإطار التنسيقي بفرض الحل بإعاز من التنسيقي أعلن البدء في الاستعدادات لتنظيم مظاهرات شعبية الهدف منها الضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة كاملة الصلاحية خطوة تأتي غداة إعلان زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على الحوار مع التكتل السياسي بما فيها الإطار التنسيقي بشروط على رأس هذه الشروط أن يكون الحوار علنياً يتضمن إبعاد كل المشاركين في العملية السياسية والانتخابية فضلاً على المحاسبة الفاسدين عودة الصدر إلى الساحة وقبوله الحوار جاء رداً على تأكيدات أممية إلى وجوب مشاركة كل أطراف العراق في الحوار حسابات المرحلة أيضاً دفعت الصدر وفق البعض إلى العودة للحوار خاصةً وسطاً في ضاد حلفائه السابقين عنه ومشاركتهم في الجلسة البرلمانية الأخيرة التي جددت الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحركات تشيء إلى تعزز احتمال مضي التنسيقي وحلفائه القدامى والجدد بعملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ولو من دون مشاركة الصدر وفي خضم هذه التجادبات يتوجس البعض من عودة الفرقاء في العراق إلى المربع الأول فيما يستبعد متابعون للشأن العراقي قدرة الإطار على إدارة هذه المرحلة باعتباره أنه سيميل إلى محور ما وهو ما قد يدخل العراق في دوامة التدخلات الخارجية وللمزيد من تحليل في هذا الموضوع ينضم إلي من بغداد الكاتب والباحث السياسي مجاشع التميمي وأيضا الكاتب والباحث السياسي إبراهيم السراش أهلا بكم الضيفية الكريمين وأبدأ معك أستاذ مجاشع حتى الآن مع إعلان الصدر وتفاعل وحديثه عن هذه الشروط السؤال يفرد نفسه مع التغير في الكثير من التحالفات ومن الأمور على مستوى المشهد السياسي كيف للتيار الصدري أن ينزل هذه الشروط التي تعتبر شروط تعجيزية بالنسبة لبقية الأطراف نعم شكرا لكم سيدتي العزيزة ولجمهوركم لضيفكم المحترم بالتأكيد موقف سيد مقتر الصدر المطلع على مسيرة السيد مقتر الصدر بعد انتخابات 2011 لا تختلف كثيرا السيد الصدر كان يريد ضمانات قبل الذهاب إلى أجراء حوارات لأنه يعتقد أنه أجراء حوارات ووقع على اتفاق مع قوى الإطار التنسيق ولكن قوى الإطار التنسيق لم تستجب وبالنهاية انسحبت من هذا الاتفاق لهذا خلال الأشهر الماضية تحدث السيد الصدر عن ضرورة أن يكون هناك طرفا ضامنا لأطراف الإطار التنسيقي ولكن فيما يبدو أنه لا توجد أي جهة سياسية يمكن أن تكون ضامنا لأي اتفاق سياسي بمن فيه الأمم المتحدة لهذا لجأ سيد مقتدر الصدر إلى أن يكون الحوار مع قوى الإطار التنسيقي علنيا لكي يكون المواطن العراقي مراقبا ولكن حتى هذه الفكرة يبدو أن قوى الإطار التنسيقي لا تريد أن تكون هذه المباحثات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري علني ولكن ما هي الأدوات التي يملكها التيار الصدري خاصة وأنه البعض يقول مختلف القراءات والآن باتت علنية أكثر يعني تابعنا الكاظمي يقول أن الصدر كان الأحق بتشكيل الحكومة لكنه أخطأ التقدير كذلك هوشيال زيباري الحليف الأمس الذي قال أن الصدر اتكب خطأا استراتيجيا بالانسحاب من البرلمان الآن مع الانسحاب ألم يتجاوزه الواقع؟ لا واضح جدا سيدتي العزيزة أن تيار الصدري هو القوى الأكبر وسيد مختلف الصدر حينما انسحب من البرلمان انسحب نتيجة وجود ثقة كبيرة لدى سيد مختلف الصدر من أن للأسف الشديد هذا البرلمان لم يعد قادرا على معالجة المشاكل في العراق يوم أمس ممثلة أمين العام للأمم المتحدة في العراق سيد جنين باسخارت في حاطتها لمجلس المتحدثت بمرارة عن فساد الطبقة السياسية وللأسف الشديد وصلت إلى مرحلة سقوط النظام السياسي في العراق بمعنى أن سيد مختلف الصدر كان على حق حينما أراد أن يكون هناك إصلاحا جذريا وبنيويا للعملية السياسية في العراق لا يمكن يوم أمس استمع الكثير والكل ربما كل مواطن وكل براقب للشأن السياسي شعر بالخجل الكبير حينما تتحدث ممثلة أمين العام المتحدة قالت أن هذه الطبقة السياسية للأسف الشديد تتصارع وفاسدة جدا وهي تتصارع على المناصب وعلى الامتيازات ولم تضع ببالها طبعا مصلحة الشعب العراقي لهذا الثقة الجمهور بهذه الطبقة السياسية وصلت إلى مراحل دنيوية جدا ولهذا واضح جدا أن سيد الصدر يريد على الأقل أن يتخلص من تركة ثقيلة وهو مشاركة في هذه العملية السياسية لأن التيار الصدري كان مشاركا في العملية السياسية ولكن لم يتمكن من حدوث أي إصلاح في العملية السياسية لهذا سيد الصدر هذه المرة يريد ترك العملية السياسية والضغط بما يبتلكه من قوة سياسية وقوة شعبية وحتى قوة عسكرية باعتبار أن السيد الصدري يمتلك جزءا مهم من الحشي الشعب المفارقة هنا وهذه نقطة سأوحلية لأستاذ إبراهيم أن هذا يلوح بالشارع والطرف الآخر أيضا يلوح بالشارع ودعوات إلى تظاهر من قبل الإطار التنسيقي أستاذ إبراهيم في مجال دعم الحكومة ما هي الرهانات على الشارع خاصة وأن كل طرف من الأطراف في العراق يلجأ أو يرتهن إلى هذا الشارع هل يراهن الإطار التنسيقي على الحل من خلال الشارع نعم تحية لك ولضيفك الكريم الحقيقة الإطار التنسيقي حتى في تظاهراته التي دعا إليها وتظاهراته السابقة هو يدعم الشرعية ويدعم الخطوات الدستورية المكملة لبناء المؤسسات التشريعية مثل ما حدث في مجلس النواب الإطار كان حريص جدا على أكمال رئاسة مجلس النواب وبالتأكيد أكمل ترشيح والتصويت على منصب النائب الثاني رئيس مجلس النواب وعطى هذه الحصة لمستقلين لذلك الإطار هو حريص كل الحرص وحتى حلفاء في اتلاف دارة الدولة الذي يضم كل كتلة سياسية بالستثناء الصدريين حريصين على أن تكون هذه الخطوات الدستورية وقد يكون الأسبوع المقبل هو أيضا لعقد جلسة إذا اتفق الطرفين الحزبين الكرديين على ترشيح منصب رئيس الجمهورية لذلك هذه التظاهرات هي لدعم الشرعية ولدعم الخطوات الدستورية ولإكمال الترشيح على منصب رئيس الجمهورية وتكليف أستاذ إبراهيم هل اللجوء للشرع يمكن أن يحسم هذه الخلافات؟ كل المتابعين في الداخل العراقي وفي الخارج حتى من خلال الإحاطة الدولية ومجتمع الدولي ومجلس الأمن لا يمكن تصور أي مخرج للحل لهذه الأزمة في العراق دون حوار مع جميع الأطراف بما فيها الصدر تشكيل حكومة لا يتمثل فيها التيار الصدري من شأنه أن يؤزم الأمور إذا كان الشارع لم يمكن التيار الصدري من تنزيل مطالبه وشروطه لماذا سيمكن الإطار التنسيقي هذه المرة من فرض حكومة كاملة الصلاحية سيدة الفاضلة الإطار التنسيقي أطلق أحدى عشر مبادرة للحوار وحتى في المبادرتين التي أطلقها رئيس حكومة تصريف العمال مصطفى الكاظمي وبحضور ممثلة الأمين العام الممتحدة كان اجتماعين ولم يحضر السيد مقتدى الصدر أو من يمثله في هذا الاجتماعين وحضر الإطار التنسيقي وكانت لو كان هناك قد تكون مبادرة لحوارات أخرى الإطار التنسيقي حريص كل الحرص على أكمال الخطوات الدستورية هو لا يريد أن يكون الحوار يهدف إلى هدفين أساسيين أولا التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي أو إضاءة للوقت هو يريد أن يكمل الخطوات الدستورية هو لم يضع خلوط عضراء حمراء على مشاركة الصدرين في الحكومة المقبلة ولم يهمش أحد لذلك الإطار التنسيقي عندما تشكلت اهتلاف دارة الدولة ضم كل المسميات الحزبية من السنة ومن الشيعة ومن الكراد ومن المسيحين ومن كل الطوب باستثناء الصدرين ولا زال الباب مفتوح للصدرين هو لا يضع شروطا ولكن أن يكون الحوار عام أنا أعتقد الإطار لا يدخل فيها كذا مبادرات يجب أن يكون الحوار منصب على خطوات على آلية واضحة وعلى فقرات واضحة حتى يحاولها ويريد ضمانات للحوار ولا يدخل في مناظرات وما شاء في ذلك الغرض منها لكسب الوقت وإطارة عمر حكومة الكاظمي لا أبدا الإطار التنسيقي وحتى شركاء في اتلاف دارة الدولة لا يهمش الصدريين ولا أزال الباب مفتوحا لكل القوة السياسية الأخرى لا يزال مفتوح أمام الصدريين دون هذه الشروط ولكن دون مع آليات واضحة وضمانات وما إلى ذلك مجرد العودة وإن كانت الشروط هي ذاتها فيما يتعلق بعدم أو إقصاء كل الطبقة السياسية وانتخابات المبكرة وما إلى ذلك هل يعتبر يفتح الباب أباما مزيد من التنازلات بالنسبة للصدر والتيار الصدري بشكل عام يعني التيار الصدري من وجهة نظري واضح جدا هو لا يريد الكثير هو يريد انتخابات مبكرة ويريد عدم المساس بقانوني الانتخابات والمفوضية العلية المستقلة لانتخابات هذه أهم الشروط التي وضعها التيار الصدري هو لا يريد أصلا الاشتراك في الحكومة المقبلة هناك بعض الدعوات من قبل الأطراف داخل الإطار التنسيقية يدعوني فيه السيد مقتدى الصدر ويمنحه بعض المناصب الوزارية ولكن هذه تعتبر استفزاز التيار الصدري باعتبار أن التيار الصدري لو كان يريد هذه المناصب وهذه الحقائب الوزارية لا استطاع أن يشكل الحكومة توافقية مع قوى الإطار التنسيق وقوى الإطار التنسيقي قد انسحبت بمجرد أن تعود الكتلة الشيعية ولكن واضح جدا أن هذا المشروع وهو مشروع المحاصصة لا يريده السيد مقتدى الصدر لهذا أنا أتوقع أنه لغاية الآن هناك أطراف داخل الإطار التنسيقي أو ما يسمى بالأطراف المعتدلة الحمام الموجودين داخل الإطار التنسيقي معلوم أن قوى الإطار التنسيقي يعني عدد أكثر من ست أحزاب سياسية بعضها معتدل ولديه علاقات طيبة مع السيد مقتدى الصدر والسيد الصدر أشار بهم أكثر من مرة وفي مقدمتهم شيخ الإطار وهو السيد هادي العامري والدكتور حيدر العبادي وحتى السيد فالح الفعياط ربما يكون لهم دور الآن وهناك مباحثات تجرى ربما مع أطراف مقربة من السيد مقتدى الصدر لإعطاء هذه الضمانات لأن النصح الذي قدم لقوى الإطار التنسيقي من قبل المنظمة الدولية وسفراء الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن أن يذهب الإطار لتشكيل حكومة دون أن تكون هناك موافقة ورضا من السيد مقتدى الصدر إذا ما تم تشكيل حكومة دون موافقة السيد مقتدى الصدر فإن هذه الحكومة لن تشكيل ولكن هل التيار الصدري يرغب بالحكومة أو يمكن أن يتقبل فكرة هذه الحكومة إذا ما تم إقحامه في تفاصيلها أو في تعييناتها ألا يدعو إلى دستور جديد إلى عقد جديد إلى انتخابات أخرى إلى قانون انتخابات يؤسس لطبقة جديدة كذلك أستاذ مجاشر أم هو منفتح في حال ما تم تضمينه في محادثات الحكومة بالتأكيد وضع النظام السياسي الآن في العراق وصل إلى مرحلة الموت السريري لهذا حلول معالجة هذا النظام وهذا النظام لغاية الآن هو يدعو إلى التبادل السلم للسلطة بمعنى أنه يمكن إصلاح هذا النظام السياسي السيد الصدر يريد هذه المرة أن يذهب إلى انتخابات مبكرة لغرض تشكيل حكومة أغلبية وطنية باعتبار أن الحكومات المحاصصة الخمسة التي انتهت في العراق أوصلت العراق إلى هذا الهدر المالي الكبير وإلى الفساد ولا الترهل وللأسف الشديد وصل خطرها إلى الدولة العراقية بقاء الدولة العراقية لهذا الخطوة المقبلة لسيد مقتصد هو ضرور أن تكون هناك انتخابات مبكرة وهذه الانتخابات يمكن من خلالها أن يتم تصحيح الأخطاء التي حصلت في عام 2021 وأن تكون هناك حكومة أغلبية هذه الحكومة تأخذ على عاتقها طبعا حل المشاكل الصعبة المعقدة التي أساءت وربما أثرت تأثيرا سلبيا على العملية السياسية وفي مقدمتها كما قلت حضرتك هو تعديل بعض مواد الدستور معالجة الكثير من المشاكل أن كانت دستورية وسياسية لأنه واضح جدا أن المشكلة في العراق هي مشكلة بنيوية المحتل حينما دخل للعراق ونتيجة للضغوط المجتمع الداخلي الأمريكي على الرئيس الأمريكي جورد دابليو بوش عام 2003 و2004 تمت الاستعجال في إقرار دستور عراقي في مدة ستة أشهر وهذا الدستور فيه الكثير من المشاكل وأيضا هناك الكثير من المشاكل بالنسبة لمشروع المحاصصة السياسية في العراق لكل مشارك في العملية السياسية بمعنى أن الكل لا يتحمل المسؤولية والكل يستفاد من مغانم السلطة لا توجد رقابة حقيقية ولهذا لاحظنا أن هناك وصلنا إلى مرحلة للأسف الشديد استهتار من قبل المسؤولين التنفيذين في الدولة العراقية فقدنا بحدود تريليون و250 مليار دولار من عائدات النفط وهذا المبلغ يمكن أن يعيد العراق يعني يهد العراق ويعيده من جديد ولكن للأسف الشديد لم يتم محاسبة من تسبب بهذا الشيء وهو حالة طريقية وواقعية سياسية فقط لنعود إلى أستاذ إبراهيم فقط ليعلق على هذه المسألة وعلى جانب مما أتيت على ذكر وهي نقاط مهمة جدا أستاذ إبراهيم عندما نتحدث عن المشاكل البنيوية الهيكلية اللي لا يختلف إثنان في العراق بما فيهم أستاذ على وجودها حتى الانتخابات المبكرة ليس هناك خلاف عليها ولكن قبل الحكومة أما بعد تشكيل الحكومة كيف سيتم الترتيب لها هل من أرضية مشتركة برأيك أستاذ إبراهيم خاصة في ظل الإشارة وربما كما أشهر ضيفنا أستاذ مجاشع إلى وجود حمائم وصقور داخل إطار التنسيقي هل من شأن الحمائم أن يؤدوا إلى نوع من تقارب وجهة النظر مع التيار الصدري كل الإطار التنسيقي هم حمائم ورسول السلام لا يوجد فيهم هناك غراب أبدا لا نحن لا نتحدث عن المطار التنسيقي التوصيف أنه الأكثر تشددا في مطالبهم أو الأكثر رغبتا لأنه على سبيل المثال هناك خلافات واسعة ما بين نور المالكي وما بين الصدر على الرأس ربما هذه الخلافات بينما التقارب وليس هناك أي فيتوهات متبادلة ما بين بقية أطراف الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي هو يريد يحافظ على النظام السياسي والعملية السياسية في العراق يعني أنا أعتقد وجهة نظر متفقة بين تيار الصدري وبين الإطار التنسيقي على أن هناك عيوب في العملية السياسية وهذه العيوب كيف نصلحها يعني ليست خلال المظاهرات خلال رؤية وخلال خطة استراتيجية ومتفاق سياسي لأن الذي يحكم العملية السياسية في العراق هو التوافق السياسي وبالتالي من غير ممكن أن نضع شروط على فلان أو فلان لا أبدا إذا كان هناك عملية إصلاح العملية السياسية فتتم بموافقة كل الفرقاء السياسيين وإذا كان هناك حتى فيما يخص قانون انتخابات اليوم المحكمة التحادية تؤيد عملية أن انتخاب الهيئة القضائية للمفوضين انتخابات هو غير شرعي وبالتالي أصبح لدينا قرارين الآن قرار المحكمة بطلان انتخاب مجلس المفوضية من القضاءات وأيضا يلز قرار إلزام المحكمة التحادية لمجلس النواة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخابات الصدريون يتفقون مع هذه الفقرة وحتى الإطار وحتى في اتلاف داخل الدولة لذلك نعتقد الخلافات قد تكون طفيفة جدا أنها كسر عضو وما شابها ذلك فأعتقد أنه قد تكون متخدمة يعني الاختلافات طفيفة ولكن مع ذلك الامتخابات يعني صار لها أكثر من سنة دون التوصل إلى حلول أو مخاليها سيدة فاضلة الآن الآن الخطوات التي الخطوات التي قام بها الإطار التنسيقي الآن الاتلاف في دارة الدولة يضم كل كتا سياسية باستداد صدريين وحتى الآن لا توجد هناك خط أحمر على انظمها مصدرين إلى اتلاف دارة الدولة وهذا الاتلاف هو مفتوح لكل كتا سياسية هو الآن مضى قدما نحو جلسة وأعادت الثقة برئيس مجلس النواب سيد محمد محمد الحلبوسي وأيضا الآن لجان البرلمان التي كانت معطلة فعلت وتعمل هذه لجان البرلمان ثم نأتي على الجلسة الثانية لذلك نعتقد أن هذه الخطوات خطوات دستورية الإطار التنسيقي حريصيون كل الحرص على المضي قدما أما أن نأتي بنهدم كل هذه الخطوات ونرجع إلى المربع الأول فهذا ما ممكن لا يقبل بها الإطار التنسيقي هو يريد أن يضع حارة طريق لإصلاح العملية السياسية من العيوب هو يتفق مع صديق في هذا المجال شكرا جزيلا لكم أيضا ضيفي الكريمين من بغداد الكاتب والباحث السياسي إبراهيم السراج وأيضا الكاتب والباحث السياسي ما جشع التميني